مساء الخير على كل عشاء الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج السادسة مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي مليون مبروك للعيبة والجهاز الفني والمجلس الإدارة الأهلي هو البطل عن جدارة واستحقاق قبل النهاية في سبع أسابيع لا جديد يذكر ولكن هناك قديم يعاد درع الدوري هيفضل في بيته الأهلي بطل للدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخمسة على التوالي النادي الأهلي بيحلق في سماء الكرة المصرية من غير أي منافس اللي حصل ده شيء طبيعي ويمكن فعلا أول وأكتر حاجة طبيعية تحصل سنة 2020 الأهلي فاز بالبطولة المقربة والمفضلة ليه معروفة أن الأهلي بيحب الدوري والدوري بيحب الأهلي وبقى الفرق كده بين النادي الأهلي وصاحب المركز الثاني في عدد بطولات الدوري وصل لـ 30 بطولة والحقيقة أنه بطولة الدوري بتعتبر أكتر بطولة بتعبر عن سيطرة الفريق على البطولات المحلية لأنها ببساطة بتعتمد على عدد مباريات كتير نفس طويل وده ممكن نقول عليه الإثبات الحقيقي على فكرة أن الفرقة دي قوية ولا لا على عكس طبعا بطولات خروج المغلوب اللي يمكن الحظ بيلعب فيها بردو دور الحمد لله إحنا في البطولات اللي عايزة نفس طويل وأداء ثابت متفوقين على مصر كلها أما بقى في البطولات اللي بتحتاج خروج المغلوب فإحنا بردو متفوقين على مصر كلها وبفرق النادي الأهلي متفوق النادي الأهلي معاه أفريقيا دوري أبطال أفريقيا ثمان بطولات وفي طريقنا للتسعة إن شاء الله الحقيقة بعد الإنجاز الكبير ده في وقت كان كله ضغوطات لازم أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على أن في الظروف الصعبة دي البلد كلها وكل العالم تحط فيها الحقيقة والضغوطات والتحديات اللي بيواجهها كل يوم مجلس الإدارة إلا أنه بيقدم كل الدعم المادي والمعنوي للفريق الأول وما بخلش بأي تفصيلة سواء صغيرة أو كبيرة ومش بس الحقيقة للفريق الأول في كرة القدم لكن كمان في كل رياضات إحنا عاملين إنجاز كبير قوي إحنا أبطال الدوري في كرة القدم أبطال طيرة رجال وسيدات وكمان طبعا إنجاز سيدات السلة اللي أكيد هنتكلم عليه وأكيد كمان لازم أشكر اللعيبة اللي كملت وقدت في الظروف دي فترة التوقف يمكن كانت على الجميع وكانت فترة صعبة ومش سهل إن يعد فريق أربع شهور يمكن مايلعبش كورة وحتى بتبقى فترة الإعداد يعني مش كفاية إنه الفريق يرجع ولكن فريق الأهلي هو الحقيقة الوحيد اللي كان مقدم عروض خيالية قبل التوقف وكمان بعد التوقف يعني حتى فأصعب المتشاط إلا إنهم كانوا رجالة وكانوا الحقيقة اللعيبة محافظة على الإقاع طول المباريات يمكن كنا بنقول دايما إن بعد التوقف كل الفرق هترجع واحدة واحدة وإن المستوى هيرجع واحدة واحدة دي فترة توقف كبيرة قوي ولكن الحقيقة النادي الأهلي كان فعلا من موتش للتاني للتالت بيثبت إن هو أفضل فريق وإن هو مستوى فعلا الأفضل إن هو يستحق فعلا لقب الدوري يمكن أثبت ده من الدور الأول كمان مش من بعد فترة التوقف ولو على لعيبة النادي الأهلي يؤدي إيه كانوا رجالة يمكن مش عايزة أقول أسماء علشان منساش حد لأنه فعلا الفريق كامل سكواد كامل حاجة مشرفة أو حاجة عظيمة وروح الفانيلا الحامرة فعلا من أول يوم في القناة قلنا هنشتغل بيها بس الحقيقة إنه شفنا أداء كبير قوي من لعيبة بعينها الشناوي اللي دايما بنقول عليه حارس مصر الأول الشناوي الحقيقة أثبت إن هو مش رجل الفترة اللي فاتت ولا الفترة الحالية لا ده رجل الموسم بلا منازع بطل إن هو يقدر يحافظ على كلين شيت عشرين مباراة فعلا هو سوبر شناوي الراجل ده قدر يحافظ على فرصنا في الفوز في كل الماتشات إذا كنا كنا أو معظم الماتشات إذا كنا كنا خسرانين متعدلين أو كسبانين وقدر يتصدى الحقيقة الكرات قوية جدا وكان فعلا بينقذ النادي الأهلي في أكتر من فرصة محققة للفرق المنافسة الحقيقة الشناوي فعلا لازم نديلك كل التأذير يعني لو كلمنا على باجي